محافظة إدلب التطمينات الروسية مجرد خداع قبل عملية عسكرية في المحافظة غير أن أطراف أخرى تشير إلى أن الوضع في إدلب يخضع للتفاهمات الدولية وتحديدا بين موسكو وأنقرة وبالتالي لا يمكن للنظام شن عملية عسكرية خارج هذه التفاهمات تفاهمات بدت هشة في اجتماعات أستان عشر في سوتي يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين وهو ما جعل البيانة الختامية خاليا من كلام واضح يطمئن المحافظة إلى مصيرها النظام السوري يدرك أن الوضع في إدلب مختلف عن الوضع في الجنوب السوري وأن أي تحرك من قبل قوات النظام خارج سياق تفاهمات أنقرة مع موسكو في المحافظة سيواجه مقاومة من قبل فصائل المعارضة ولكن هذا لا يعني أن النظام وحلفائه لن يضعوا محافظة إدلب في خططه من الهادفة إلى سحق المعارضة في كل سوريا وتشير الوقائع الميدانية إلى أن فصائل المعارضة في شمال غربي سوريا قادرة على مواجهة طويلة مع قوات النظام والميليشيات الموالية له في حال انهيار التفاهمات التركية الروسية فهي تملك أكثر من خمسين ألف مقاتل محترف لكن نقطة ضعف الفصائل الوحيدة هي المدنيين إذ يخشى أن يعمد الطيران الروسي لارتكاب مجازر ضدهم كما حدث في غوطة دمشق الشقية ودرعا للضغط على المعارضة التي تدرك أن معركة إدلب ربما تكون المعركة الأخيرة في الصراع الدامي المحتدم منذ سنوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر